طبخ الأزوري يطبخون على حرارة الأرض طال على القدر نفس طريقة المندي عندنا يا صباح الخير من المفترض أنه بعد قليل نغادر هذه الفاتنة الأزورية أمس نزلت سنابة أشاوركم كاد أن يكون الرد بالإجماع مدد وهذا الرد القاصب من والدتي أغلى البشر الله يحفظها تقول وين تترك هالطبيعة الغناء يا أولادي مدد فخلاص قضي الأمر حمدد إن شاء الله ونغير تذاكر الطيران حج السيارة والفندق ونكمل في هالطبيعة الغناء سلم نبدع هذه العروسة واستبدلناها بهذه السيارة إجراءات الأجار سهلة وهذه أشهر شركات الأزور لكن سعر تأجير السيارات غالي بشكل عام اعمل حسابك خمسمية أربعمية ريال في اليوم في ملحوظة مهمة إذا جيت تستعجر السيارة غير السعر حياخذ منك دبازة وديعة طلب مني ألف ثلاثمية يورو حول ستة ألاف ريال إيش السبب؟ إن السيارة أنا أخذها بيسك انشورنس يعني تأمين عادي رفعت التأمين إلى فول انشورنس مهما صار في السيارة ما تحمل شيء صارت الوديعة 200 يورو فقط حقّت إذا جيت السيارة متسخة زيادة على اللزوم أو إنك جبتها ماهي فول بنزين يقصمهم من 200 يورو عموما إذا سلمت السيارة الوديعة حترجع في حسابك وبشكل عام إذا سفرت أنصحك تأخذ تأمين شامل لا تأخذ تأمين نص أيضا إذا جيت تسلم السيارة المفروض أنك ما تسلمها متسخة فوق العادة يعني هذه عادي لو سلمتها بهذه الطريقة ما في مشكلة لكن ما أسلمها السيارة معفوسة وطين وحلتها حالة ومن جوال الدنيا رايحة فيها هذا أمر طبيعي الآن أسلمها بهذه الطريقة لكن لو سلمتها متسخة فوق العادة وطين وحلتها حالة حيخصمون مني حوالي 50 يورو حقا غسيل السيارة صيحة بعد إذا استلمت السيارة في أي مكان في العالم صورها فيديو لأن الفيديو يحفظ بالوقت والدقيقة والثانية أي خج فيها أي صدمة أنت ما كنت منتبه لها يمكن لجيت تسلم السيارة يقول هذه منك طلع الفيديو يضمن حقك أنا أخذ تأمين كامل يعني فما عندي مشكلة حتى لو السيارة جاء فيها حكة جاء فيها شيء بس أنت تصور عشان تضمن حقك السيارة إذا أخذتها فل لازم تردها فل واللي حيعبونها فل وحيشرجون عليك حوالي 30 يورو حق اللي رأعب بها برضو نتبه للمقاعد لا يكون محروقة فيها مكان سجائر شيء السيارة سليمة نقول بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وصلنا هذا المكان الجميل بحيرة فرناس شايفين الدخان اللي هناك من عجائب الأزور خليكم معنا ونشوفها سوا يقول لك قبل ملايين السنين ما كانت موجودة جزر الأزور حدثت براكيم ضخمة في قلب المحيط فظهرت لنا هذه الجزر الفاتنة والبراكيم مليئة بالمعادن فدائما التربة تكون فيها خصبة لكن هنا العجيبة لازالت الأرض تغلي في الأزور شوفوا هنا غليان حقيقي هذه الظاهرة من أعجب ظواهر الكل يعني أنتم شايفين الخضار والجو والأرض في نفس الوقت تغلي غليان حقيقي شي عجيب والله ومن عجائب الطبخة الأزوري يطبخون على حرارة الأرض طال على القدر سبع ساحات سبع ساحات سبع ساعات نفس طريقة المندي عندنا طبعا هذا المطعم حاولنا نحجز اليوم قالوا اليوم في المالكم إلا غدا تحجزون فقلنا لعلها خيرة عموما أنا سألت أبو يوسف ثامر الغالي قلت له كيف الطعم قال الله أبو فهد الطعم فنان بس هم حافرين حفر نفس فكرة حفر المندي بس يحطون اللحم بالقدر ويدفنونه بالرمل لمدة سبع ساعة واللي بيزور المكان عندهم فتحتين فتح الساعة 12-12.30 الظهر وفتح الساعة 4-4.30 العصر يعني إذا زرت المكان هنا ما حتلقى أحد المطعم على مسافة خمس دقائق بالسيارة اعمل حسابك 12.30 يفتحون واربع ونص أيضا يفتحون إذا بتصور طبعا هو ذحيم دفن الحفر سألته ليش قال عشان نحتفظ بحرارتها مثل ما هي يا سلام يا سلام يا سلام تسمعونه بأدب الرحلات هذا إتيكيت الرحلات وزارنا ضيوف على ضفاف بحيرة فرناس في جزر الأزور ذكرتني بالعالم المسلم عباس بن فرناس تنتظر شاهينة وقهوتنا تجهز جزيرة الوارد جزيرة الزهر جزيرة الطيور وشوفوا العجب العجاب الجزيرة الدخل هذه ظاهرة طبيعية فمياه كبريتية الأرض حارة طلع هذا الدخان تسمون فيها ممشا يستخدمونها بالطبخ عجائب من الأزور خذها قاعدة في السياحة حتى لو ما عندك معلومات ما معاك خرايط اللوحة البنية تعني مكان سياح فشوف هنا باين حتى رسم لك رسمة أنه البخاري اللي يطلع من الأرض وهنا على البحيرة حط لك زي الموج وفوق يقول لك حديقة وجلسات ومطل وحيانا يحط لك منظار ناظور معناته مطل جنات وأنهار فيها الجزيرة طبيعتها عجيبة تجمع بين الطبيعة الأوروبية سويسرة والنمسا وطبيعة الجزر يعني تشوف فيها نخل ظواهر جغرافية تضاريسية فيزيائية عجيبة ولازالت العجائب تتوالى في الأزور الله 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 يا غلي غليان يا سبحان الله اللي ميز جزر الأزور إنها جامعة بين الطبيعة الأوروبية وطبيعة الجزر شوفوا هناك نخل وهنا مشهد من مشاهد سويسرة النمسا والمحيط يحيط فيها شا العلم يا بوتاميل؟ العلم إننا خذنا يومين في الغرب حلو يومين في الوسط والحين في الشرق يا سلام التجهيل لأجمل إطلالة على المحيط مع ممشا مع ممشا غامرة جديدة وهايكينج جديد لكن هذه المرة بمحاذاة النهر على بعد 20 دقيقة شلال الجزيرة إذي تطربك تقولوا اشتبي أنهار شلالات زهور براكين تلقاها عندي اللي ما عنده لياقة لا يمشي في التريل إحنا الآن صعود لنا 25 دقيقة وهذه ألف باهايكينج الخطين يعني تستمر مع هذا الخط والإكس واضحة يعني هذا الخط مغلق الله دجاج فعلا الجبل إيش سوي نكمل طريقنا إلى الشلال فإذا ما عندك لياقة انتبه وصلنا مفترق طرق هنا يقول لك الشلال في الأعلى كيلو تسعمية متر صعود تعرفون إيش معنى كيلو تسعمية متر يعني ساعتين ساعة ونصف وإنت تطلع ما حنوياه في شلال ثاني هنا بنروح له عموماً هذه الخريطة توضح لك كل شيء وقفنا هنا ومشينا راح هنا الشلال الأول هذا اللي هنا متعب برضو الشلال الثاني هنا ومذاك تكمل الترين وتطلع على جانب الجزيرة الآخر اللي ما عنده لياقة ما ينصح ما ينصح وصلنا للشلال الأول ويبدو لي أن وقت الأمطار يكون أعظم من كذا عموماً أبو يوسف ثامر الغالي وصاني قال لي فيلوزور لا تحرص على الشلالات وأنا أقول أنت صادق يا أبو يوسف أما الثاني فوق ما حنوياه الطريق إلى الشلال أجمل من الشلال يزين منظر النخل يوم يختلط في الطبيعة الأوروبية أي سهل يبنون في بلدة والبلدة والجزيرة كلها في عمق المحيط الأطلسي هذا يسمونه مطل المحيط الأطلسي لا إله إلا الله أجل مطلّة ذي مخدومة لا تيمشي ولا شي السيارة توقف عندها والجزيرة بشكل عام مخدومة طرق دورات مياه حدائق أماكن شوي يعني إحنا فوق راس جبل مظلة عن الأمطار ومحلات شوي اليوم فاتنا المندل أزوري قال أبو تميم ما طلبت شي بنعوض خير يا سلام هذه حلقة طبخة التي تأتي في التلفزيون علينا علينا وش وضعنا اليوم اليوم ستاك سمك أزوري بعد وعجل أزوري حلو ورز أزوري يهو وحليب أبقار أزوري اليوم أخذنا يه سلام وجميع البهارات ذي حسب كلام الحرم اللي قبلناها بغير السوبر ماركب كلها أزورية أزورية يه والورز ذا قطفناه بأنفسنا أزوري والطماطم أزوري يه سلام وقدونس أزوري عدنا جميع جيعان لو تسمح لي أخي الطماطم بس أبت كلنا لك توكلنا على الله يهو الطبق شكله مشهي وهو لسه منطبخ ودك تلتهمه يا سلام على الفن والذوق يعجبك أن الشقة مجهزة مما جميعه وعدنا إن شاء الله بعد من الساعة يقولك تزور الأزور وما تأكل من سمكهم ما زرت الأزور بسم الله هذا سمك الأزور من المحيط الأقلسي السمكة ذي إجابة المحيط الأقلسي رايحة جاية وانتهى بها المطاف في ثاوت أبو تميل مخشع الرز هل تقول لي رز أزوري هذا رز أزوري السلام عن فن حجبك راحة النص ساعة يوو طلع عليه دخان رز أزوري باللبن الأزوري وهذا السمك الأزوري بزيت الزيتون وهذا ستيك البقرة أزوري يا سلام من نعم الله عليك أنه ربي يرزكك بصديق شقردي أصدقاء شقردية رز أزوري 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 رز أزوري